اكثر من 120 عام الاطفاء كافحوا خلال الليل لاخماد هذا الحريق الكبير الذي شبى في مبنى ماكنتوش الذي توجد به مدرسة جلاسكو للفنون ويعد احد التحف المعمارية في اسكتلندا واستعرت السنة اللهب في المبنى الذي يعود تاريخ بنائه الى عام 1909 ثم انتشرت في مبنيين مجاورين وهما ملها ليلي وقاعة للحفلات الموسيقية ولم ترد انباء عن سقوط ضحايا وقال بيتر هيث ان ابو مساعد رئيس جهاز الاطفاء والانقاذ الاسكتلندي للصحفيين في وسط مدينة جلاسكو صباح يوم السابتة الاضرار جاسيمة جدا واضف ان النيران ما زالت مستعرة في قاعة للمسرح وان جزءا من سقفها نهار لكن السنة اللهب توقفت عن الانتشار وقال هيث ان فرق الاطفاء استدعيت قبل منتصف الليل بحوالي 20 دقيقة ومع وصولها كانت النيران قد انتشرت في المبنى بالكامل لكن السلطات اخلت المنطقة بسرعة وتوقعتها وصار الحريق تحت السيطرة بحلول الصباح لكن الدخان ما زال يتصعد من المبنى وكان من المقرر افتتاح مبنى ماكنتوش العام المقبل بعد انفاق ملايين الجنيهات الاسترلينية على ترميمه عقب حريق اندلع في مايو ايار 2014 وسمي المبنى بهذا الاسم نسبة الى المهندس المعماري الذي انشأه وهو تشارلز ماكنتوش اهم معماري في سكوتلندا ويقول الموقع الالكتروني لمدرسة الفنون ان المبنى كان باشيرا بمولد اسلوب جديد في المعمار الاوروبي خلال القرن العشرين